كنت بالدردش أنا وكابتن حازم وإحنا في الفاصل سألته سؤاله و أسأله قدام حضراتكم برضو سألته هو الأهلي جاء لك قبل كده حد في الأهلي تتكلم معاك قبل كده و أنت بتلعف في نادي الزمالك حد تتكلم معاك أه حصل مرتين أه مرتين مرتين أه مرة أول لما تصعدت في نازلت في درجة الأولى ولعبت مطشي نادي الأهلي اللي هو كان في كل حربية عندنا 0-0 وحصل بعده في 2014 بعد مطشي جانا مباشرة مطشي جانا العودة اللي هو أه كان أنا عقدي خلص معنات زمانك كنت أنا وعب شافي عقدينا خلص معنات زمانك وبرضو كانت فترة انتقالية ما كانش فيه حد موجود وكده أكلها كان في 2013 2013 بالضبط التصويات أه أخير 2013 بالضبط فما حدش كان بيكلمنا خالص في تجديد والعقدي خلص فلاقيت مسؤول من نادي الأهلي كان كلمني وبعدها يعني لقيت كابتن حمد أنور كلمني بعدها على طول هو عرف ما عرفتش طبعا عرف منين وروح تجددت أنا عب شافي تاني أه بس أنت فكرت فكرت لأننا عدنا نوعب شافي أسبوعين أو أسبوعين ونص عدنا خلص خلص خلاص يعني وبنتمرن أه يعني ما كانش فيه أي حد يتكلم معنا وانا لو كان مثلا جالي رباط صليبي مثلا في تمرين ولا حاجة انت كده كانت على قوة نادي أصلا أه فأنت كان موقفي صعب جدا كان موقفي صعب فساعتها خدت القرار لأنك تروح الأهلي ما فيش مشكلة اه توصلت مع كان كابتن هادي خشبة كابتن هادي خشبة وبعدين رجعت لك كابتن أيمان يونس وكابتن أحمد أنوار تكلموني بعدها بيومين روحت بلك كابتن أيمان يونس عادت معاه وحتى أنا جددت من غير ما أخد فلوس يعني ولا أنا عب شافي جددت على طول جددت على طول ما هو المشكلة أنا ما حدش كنكلمنا اه اه عشان الناس كويس أنت بتوضع ده عشان الناس هالف تجالي أنت كنت تبيع بقى نادي الزمالك لا لا مكنش فيه عقد أصلا لا مفيش عقد للعقدة خلص وإحنا متمرن كده يعني ممكن تقولي تسامارة خامة أنا موجود في النادي وأنا مش موجود أصلا يعني وبعدين كابتن أيمان يونس كلمني هو كابتن أحمد أنوار روحت ساعتها ماضينا على بياض قال لنا الحاجات اللي هتدفق ماضينا على بياض أنا عب شافيه ومشينا موضوع بقى الامضة على بياض دي بإنت كنت ريسي تقولي من شوية في حاجات لو اتكرر بيها زمن مش عاملة الامضة على بياض دي صح؟ أنا بالنسبالي أنا صح يعني أنا مضيت أربع مرات على بياض أه أنا بس أتكلم عليك المحتاج أنت بتحب النادي بتاعك طبع كل اللي عبين في الأعنا بيحبه الأندي بتاعك لا مش صح إنك تمضي على بياض وبأكيد تعاني لا مش صح بس أنا عشان ما خارجتش من أزالي كيمكن جريها مرة واحدة كل اللي كان بيقعد معايا بصراحة كان يتفق يعني أنا عادت مرة مع أستاذ أمير مرتضة ومرة مع أحمد مرتضة ومرة مع أمد سيادة المستسر ومرة مع كابتان أمينوني سوما ضلت الأربع مرات اللي أربع مرات أنا مضيت فيهم على بياض اللي تقلي اتعمل آه يا محدش يعني قال على بياض وبأكيد نبقى نشوف نعمل مع أي لا لا ممكن ما تبقى الصح لحد تاني أو في عنديها تاني بس سيدنا ما تنصحش إن اللاعبين يعملوا كثير لا لا ما تنصحش صح؟ أنا في كتير من اللاعبين يقول لك أنا مضيت على بياض وبعد كده عانيت مع النادي لا أنا فيه سقة متبادلة بيني وبالنادي الزمالك من زمان من وانا في النشئين كان جاء دكتور محمود سعد كان هيمضي النشئين كلهم ساعتها بتاع 15 أو 20 لعب وساعتها كلنا هتلقى أنا مضينا على بياض يعني فأنا وأخذ إن أنا من وانا ظهر إن أنا اللي هو دي الأمور هتمشي كده معنات زنك اللي جاءت لما الواحد يبطل كور يعني